وبكده حضرتك تقدر نتامل نفس الارباح التسعين دولار دي في خلال اسبوعين تقريبا لتلات اسابيع لو انت لسه بتبتدي على اسهل موقع على الاطلاق موقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في حلقة النهاردة انا اجايب لحضراتكم موقع رائع جدا موقع بيقدم لنا فرصتين اتنين على المنصة بتاعته عشان نقدر نربح من خلالهم في الحقيقة انا بدرس الموقع بالي دلوقتي شهر تقريبا او شهر ونص وقدرت ان انا اعمل من خلاله حوالي سبعة وتلاتين مبيعة في حاجة وتسعين دولار فدي كان حاجة واو بالنسبة لي حاجة رائعة حصوصا ان انا كنت ببتدي على الموقع بشكل جديد ولكن طبعا عن طريق الخبرة بتاعتي في المجال ده ابتدأت ان انا فعلا احقق انجاز بسرعة على الموقع وده اللي انا حابب اشرحولك في حلقة النهاردة الموقع بتاعنا اسمه فورس وول ده موقع رائع جدا التسجيل عليه مجاني تماما مش محتاج اي راسمان ولو بصينا مع بعضك ليه بيقولك ان هو مفيش اي اشتراك شهري مش محتاج من حضرتك اي كريدت كارد ان انت مسلا تحط تسجل كريدت كارد بتاعك عشان تدفع اي حاجة من خلاله بعد كده لا الموقع بالكامل مجاني تماما طب يا مبارك اي هي فكرة الموقع الموقع ببساطة بيتحلك فرصتين للربح من خلاله وتقدر تشتغل على الاتنين في نفس الوقت وده اللي انا ع عملته ببساطة اول حاجة ان انت تبتدي تشتغل عليه عن طريق الديجيتال او ان انت بتحط عليه المنتجات الرقمية وتبتدي ان انت تربح من خلالها عن طريق ان انت برضو بتحط السعر بتاعك زي موقع جمهورد وموقع اه بيهب اللي احنا شرحناهم قبل كده والفرصة التانية للموقع بيقدمها لك بدل ما تروح تشتغل على موقع تباع عن الطلب زي الموقع هنا بيتحلك فرصة انك ترفع التصميم بتاعك برضو على المنتجات الخاصة بالملابس وتبتدي ان انت تروج لها وتربح من خلالها ومش بس الملابس زي وزي اي موقع تاني لاتباع عند الطلب موقع فورس وول بيتحلك كل المنتجات تقريبا اللي تحط عليها التصاميم بتاعتك وتقدر ان انت تربح من خلالها من الاخر كده الموقع ده يا جماعة اتنين في واحد موقع سهل جدا والتسجيل عليه من اثر ما يكون وان شاء الله الربح بتاع حضرتك اكيد بعد حلقة النهاردة ولكن قبل مبدأ في الشرح العاملي عاوز انوه ان في مسابقة اسبوعية جديدة قمتها ايضا خمسين دولار هتقدم لخمس فايزين يوم الجمعة القادمة والشروط المسابقة بمنطهة البساطة ان حضرتك بتعمل لايك للحلقة اشتراك في القناة تفزل الجرس وانك تبتلت تجاوب على سؤال الحلقة اللي هتدى اتراحه بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة كمان لازم حضرتك تكون من المشتركين على قناتنا على التليجرام والفيسبوك ولاتساب بس بهم لك دايما في صندوق الوصف عشان ما طولش على حضرتكم يلا بينا نبدأ في التسجيل على الموقع والشغل العمري عليه تمام شباب نبدأ ببسم الله والتوكل على الله ونبدأ التسجيل في الموقع هنبدأ ان احنا ندوس على كلمة start now وطبعا لينكات الموقع اللي بشرحه دايما بيسيبها لك فيه صندوق الوصف تأكد انك هتلاقيها هناك هي وكل لينكات السوشيال ميديا بتاعت فكرة تانية طبعا حضرتك ينفع تسجل على الموقع باكتر من طريقة عندك الجيميل عندك حساب اليوتيوب عندك حساب التويتش عندك حساب تويتر او ان انت تعمل تسجيل تقليدي بالاميل بتاع حضرتك وده اللي انا بفضله الحقيقة فبتعمل sign up with email هنا حضرتك بتبتدي تحط ال name بتاعك او اسم حضرتك بعد كده الدولة بتاعت حضرتك طبعا لو بصينا هلاقي ان مروقه موجودة اللي هي المغرب لو بصينا هلاقي ان مصر موجودة لو بصينا هلاقي برضو الجريا او الجزائر موجودة كل الدولة العربية موجودة يا جماعة مفيش فيها اي مشكلة مهما كانت دولتك ان شاء الله هتقدر تشتغل على الموقع من غير اي مشكلة وكمان يريد تسيب لي كمان انت كمتابع لها من فكرة تانية ايه هي البلد اللي حضرتك بتتبعني فيها في التعليقات تحت طيب هنا هنحط اسم فانا هنا حطيت فكرة تانية وحطيت الدولة بتاعتي ناصر هبتدي اقول له continue قال لي هنا محتاج ان انت تقول لي انت هتجيب جمهور منين عادي بتدوس ازر بتجيب بعد كده لينك الفيسبوك بتاعك او لينك اي منصة لحضرتك الاستجرام والكلام ده كله وتحطها هنا مفيش فيها اي مشكلة فانا هنا حطيت له لينك فيسبوك عادي جدا وهقول له continue جميل جدا هنا بيقول لحضرتك حط بقى الايميل والباسورد اللي انت عاوز تسجل بهم دي اعتقد ترجع لحضرتك شوف الايميل بتاعك والباسورد ويبتدي حطوهم ويعمل تسجيل في الموقع طبعا بيطلب من حضرتك تأكد الايميل بتاع حضرتك فهتأكده وبعد كده تعمل تسجيل دخول على الموقع او هو بيوجهها اكما اخرى للداشبورد بتاع حضرتك على موقع فورس وول طبعا مجرد اما حضرتك دخلت زي ما قلت لحضرتك بيطلب منك انك تعمل تأكيد للايميل بتاع حضرتك طيب بعد ما عملت التأكيد بيقول لحضرتك دلوقتي انك ممكن تبتدي تنشئ المنتج بتاع حضرتك سواء بقى احنا هنعمل تصاميم للتيشرتات او هنرفع منتجات رقمية نربح من خلالها زي ما اتفقنا عندنا طريقتين اثنين للربح كمان ميديك حركة حلوة قوي انك بتاخد عشرة دولار بشكل مجاني مجرد اما حضرتك تعمل جوين او اشتراك معهم في ديسكورد بشكل مجاني كل اللي عليك انك بتقوم بتاخد عشرة دولار العشرة دولار دي بيسمح لك بيها انك يتبعت لك سامبل للدزاين اللي انت بتعمله يعني لو عملت هنا تصميم للتيشرت ينفع ان انت تضطب التشرت ده من العشرة دولار دي او كيمة العشرة دولار دي يجي لك بها التشرت ده لحد باب بيتك ودي حاجة رائعة جدا وجيدة جدا من الموقع مش هتلاقيها في اي مكان تاني كأن الموقع بيغرم نفسه عشان بس يوريك كيمة او المنتجات بتاعتهم عاملة ازاي وزاي ما اتفقنا ده مش موقع متخصص فيه اتباع عند الطلب لا هو موقع بيقدم لك اتباع عند الطلب وبيقدم لك منتجات رقمية ينفع ان حضرتك تربح من خلالهم على سبيل المسائل عشان توصلك الفكرة لو انا دست على كلمة كريد بردكت بالشكل ده هتلاقي عندك اهو ان احنا بنرفع التصميم بتاعنا على المنتج زي او اللوحات الحقيقية او منتجات كتيرة جدا هنشوفها مع بعض او ان احنا نبيع حاجة فيزيكال ان احنا نبتدي ان احنا نقول لهم والله احنا عاوزين ان نحط عندكم منتج معين وان نبيعه زي امازون كده والخطوة اللي انا بستخدمها هي او المنتجات الرقمية يبقى احنا بنستخدم الطريقة الاولى اللي هي ونستخدم الطريقة التانية اللي هي او انتباع عند الطلب عندنا اللي اتنين دول هما بس اللي احنا هنستخدمهم طيب خلينا نبدأ نبدأ كده ونشوف زي نقدر ان احنا نستخدم الطريقة الاولى في الربح من خلالها على الموقع الرائع طيب هنا حضرتك بتختار المنتج اللي انت عاوز ترفع عليه التصميم بتاع حضرتك طبعا هو هنا مقسمهم لك من فوق انت عاوزهم ملابس عاوزهم عاوزهم ان انت تشوف كل المنتجات وانت تختار المنتج المناسب لك كل ده برضو متاح على الموقع زي ما انت شايف هتلاقي المنجات هتلاقي ملابس هتلاقي لوحات حاقطية هتلاقي حاجات كتير جدا جدا انت تبتدي ان انت تشوف الحاجة المناسبة لك وتبتدي ان انت آآ ترفع عليها التصميم. ولكن خلينا مثلا انا هشتغل انا بحب جدا على فكرة اللوحات الحقيقية واللوحات الحقيقية بالنسبة لي من افضل الحاجات اللي بتحقق لي مبيعات. وزي ما حضرتك شايف ده وبالتالي حضرتك لازم تشتغل على المنتج اللي بيكون مكتوب عليه سواء لللوحات الحقيقية او المجات او حتى الملابس دايما اختار لان دوت بتكون المنتجات بتاعته الجودة بتاعتها جيدة. طيب هاختاره بالشكل ده. بعد كده طبعا دي اللي بيظهر عليها التصميم بتاعك لما بترفعه انت هتدوس على كلمة ديزاين ناو. طبعا بالنسبة للتصميم بتاعك انت ممكن تبص على المقاسات اللي هتتوفر بها الدزاين بتاع حضرتك وتبتل ان انت تشتغل على اكبر مقاس بعد كده تصغله او ان انت تشتغل على اصغر مقاس اللي هو تمانية انش في عشرة انش وتبتل ان انت تقبله يعني دي حاجة تلجع لحضرتك. المهم ان انت بتشوفي المقاسات كلها هنا لو انت عاوز تشتغل على مقاس معين بعينه ولكن طبعا يفضل ان انت الدزاين بتاعك يبقى بيملأ المقاسات كلها دي بتبقى حاجة افضل بكتير طبعا دي دي الكلارز اللي لها علاقة بالفريم بتاع اللوحة الحقيقية بتاعتي وفي الارتورك ببتدي ان انا ادوس على كلمة ابلود ايميج عشان ارفع التصميم بتاعي طيب هنا سؤال هيجا لحضرتك بجيب منين التصميم بتاعتي تعالوا نشوف مع بعض الموقع الرائع ان انا بستخدمه طالما حضرتك بتعمل حاجة للتيشرتات او المجات او اي منتج انت هسترفع عليه تصميم عشان اتباع عند الطلب انا بفضل في الوقت الحالي وعندك طبعا موقع ولكن الميزة بتاعته انك ينفع تعمل تصميم مكتوب عليها الكلام يعني حاجات زي كده بيبقى مكتوب فيها الكلام ليناردو الموضوع فيه بيبقى اه تصميم قوية جدا ورائعة جدا ولكن بيبقى صعب جدا ان انت تكتب وصف يبقى فيه كلام والكلام ده يظهر في هيئة صورة وبالتالي بعمل احنا بنعمل تصميم زي كده فانا ممكن اعمل حاجة مثلا لولدتي ربنا اديها الصحة دعواتكم لها فعلى سبيل المثال هعمل تصميم لها علاقة بولدتي مثلا فانا مثلا كتبت البروميت اللي قدام حضرتكو ده طبعا انا مش يعني مش جامد اول درجة ان انا اكتب بروميت تفصيني زي ده ولكن ممكن تستعين عادي بشات جبتي جوجل برد اللي ييجي في بالحضرتك او المناسب بالنسبة لحضرتك يبتدي ان انت اشتغل عليه طبعا لو حضرتكو شايفين ده المقاس بتاعه كده عرضي ممكن ان انت تختار المقاس المناسب لك من الشكل اللي حضرتك شايفه ده طبعا تلاتة الاربعة يعتبر المقاس كويس جدا بالنسبة للوحات الحقيقية فانا هبتدي ان انا اقول له انا عاوز التصميم بتاعي يطلع بالشكل ده بعد كده بعد ما تسايف معي هقول له generate جميل جدا شباب زي ما حضرتكو شايفين اداني افضل ام على الاطلاق طبعا اداني كزا تصميم ليها طبعا والدتي رباني يديها الصحة وطلط العمر يعني من اكبر المشاجعين اللي ودعواتكم ليها يعني فهبتدي ان انا اختار حاجة زي كده بتبقى جميلة جدا على تي شيرتس لو تحطت طبعا هبتدي ان انا اختارها بالشكل ده مجادة اما حضرتك اختارتها بالشكل ده كل اللي عليك انك تعمل لها تنزيل على الجهاز بتاع حضرتك او الموبايل بتاع حضرتك بالشكل ده جميل جدا الخطوة التانية دلوقتي الخطوة التانية دلوقتي ان انا ارجع تاني على الموقع طبعا حضرتك لو التصميم ده هترفعها على التي شيرت لازم ترجع على موقع رموف باج جلوند Sinfella بلعنى طبعا ما ينفعش ان ترفع التصميم دا على التي شيرت بالخلفية دي هيبقى شكله شازي جدا لازم ت geekly الخلفية دي احنا عاوزين التصميم بس اللي اتحط على تي شيرت فبالتالي بتروح على موقع اسمه خلينا ارفعها معك كده عشان اوليها لك برضو قلت عاوز اوليها لك ايبتدي ان هو يشلك الخلفية ويسيب لك التصميم مجرد ان ما هو شلك الخلفية نزله مرة تانية وارفعه على التي شيرت بتاعك لو انت تشتغل على تي شيرتات ولا حاجة وبتدي ان انت اشتغل بشكل صحيح لكن طالما انا شغال على لوحة حائطية فانا عاوز التصميم بتاعي زي ما هو كده بالخلفية بتاعته هبتدي ان انا ارفع الصورة بتاعتي اللي انا لسه عاملها بالشكل ده هبتدي ان هو يرفعها معي جميل جدا زي ما حالكم شايفين اتحط ولكن لسه فيه فراغات على الجنب كل اللي هتعمله ببساطة ان حضرتك هتكبر كده الغلاف بتاعك اهو بالشكل ده ممكن ان انت كمان تكبر لحد ما تروحي الكلمات السودا اللي فوق وتحت دي حاجة بسيطة كده جميل جدا ده كده برواز شكله جميل كل الحاجات الحمرة دي دي الحاجات اللي خارج نطاق اطباع بتاعتنا او خارج البرواز بتاعنا وبالتالي امورنا كده تمام ما فيش فيها اي مشكلة طبعا حضرتك ممكن قبل ما تفنش الشغل بتاعك تعمل بروفيو كده عشان تشوف شكله هيبقى عامل ازاي طبعا شكله جميل جدا شكله رقيق جدا طبعا ممكن من كالرز هنا تبتدي ان حضرتك اه تبدل في الالوان يعني ممكن تخلي ده هو اللي فوق وتختاره كده من على اليمين فهيبتدي يخلي لك الفريم شكله اسود طبعا ممكن تضيف الوان تانية من كلمة الالم دي بيبتدي ان انت تشوف الالوان المتاحة من هنا تبتدي ان انت بقى تبدل يعني ممكن تخلي الفريم ده لونه ابيض هو هنا بديك تلت الوان طبعا الابيض برضو شكله جميل جدا في التصميم ده طيب انا خلاص اقتنعت بالكلام ده كل اللي هعمل ده الوقت ان انا ادوس كلمة نيكست طبعا بيقول لحضرتك دي المقاسات كلها اللي هتطبع ليه البرويض طبعا مقاسات كتيرة جدا وكل مقاس من دولت ليهم السعر بتاعه هنبتدي ان احنا نعمل او ان انت لو عاوز تشيل او تحط تسيب او تشيل يعني مقاس من المقاسات دي بتدوس على ولكن كلهم طبعا تسيبهم لاني فيه ناس بتحتاج المقاسات الكبيرة او المقاسات الصغيرة فهيسيبها زي ما هي بعد كده هتدوس كنفيرم هيبتدي ان هو يجهز شغلنا جميل جدا شباب هنا وادني للصفحة دي اللي فيها طبعا اسم المنتج بتاعي فيها الوصف بتاعي فيها المقاس بتاعي انا مخليها مختار مقاس واحد دلوقتي اه هنا طبعا السيرينج برايس وهنا البروفيت برايس هنا بيتباع بتلاتين دولار هامش الربح بتاعك القطع الواحدة عشرة دولار طبعا انا شايفني ده كتير انا ممكن اخليها نص التمن خمستاشر دولار بالشكل ده قال لي لا لسه برضو ممكن اخليها ستاشر انا عاوز اقل لهمش ربح يا جماعة جميل جدا فانا عملت الحد الادنى الهامش الربح بتاعي خليت البيعة بتاعتي باثنين وعشرين دولار خمسة تسين سنت وعلى كل المبيع انا باخد تلاتة دولار انا بالنسبة لي دي حاجة رائعة جدا مفيش فيها اي مشكلة نائس بس ان انا احط عنوان التصميم بتاعي بعد كده احط الوصف طيب انا كتبت هنا العنوان كتبت هنا الوصف طبعا ممكن تستخدم عادي شارج بتاع جوجل برضي انه يعمل لك وصف احترافي ممكن تستخدم الخاصية اللي بالموقع ان هو اللي يكتب لك عنوان ووصف مناسب للتصميم اللي حضرتك رفعت وطبعا لو بصينا لان التصميم رائع جدا وفيه كمان التلات الوان اللي تكلمنا عنيهم الابيض واللون البيج واللون الاسويت طبعا خلينا نجرب الخاصية دي ان هو يكتب لنا هو العنوان ويكتب لنا الوصف بما يتناسب مع التصميم بتاعنا. لاحز معايا كده ان هو كتب لنا عنوان ووصف مناسب جدا جدا للامهات. بص كده هنا هتلاقي ومتكلم عن الخامات اللي اتعمل بيها التصميم الرائع ده. فاحنا ممكن نعتمد عليه لان هو طبعا بيحط كلمات مفتاحية مناسبة جدا جدا للتصميم والمنتج بتاعه وخلاص حاطينا السعر وهامش. الربح كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نعمل عشان ننشر التصميم والمنتج بتاعنا على بتاعنا او على الحساب بتاعنا على موقع طبعا اوجيهني للصفحة اللي بيشوفها العميل. العميل بيشوف نفس المنزر اللي حضرتك شايفه ده طبعا ده الاستور او المتجر اللي انت هاا هولهولك دلوقتي ازاي بتزبطه ولكن خلينا نخلص الشغل. موضوع ما الجديد تماما انت مجرد اما انت نشرت منتج آآ خلاص هو بيبقى موجود على الاستور بتاعك او المتجر بتاعك بشكل اوتوماتيك طبعا الناس بتبتين ان هي تشوف المنتجات بتاعتك عادي جدا الموقع عليه بتاعه طبعا لازم ان احنا نساعد نفسنا بنفسنا ونحاول برضو نعمل آآ جذب او اتراكت ليه الجمهور ليه المنتجات بتاعتنا وهنشوف بنعمل حاجة زي كده زي ولكن بص معي على جمال التصميم بص معي على جمال الخامات حاجة طبعا احترافية جيدة جدا العميل طبعا بيشوف كل التفاصيل من هنا بيشوف مور بيلاقي كل التفاصيل بيشوف المقاسات بيشوف الكواليتي والكرافت اللي اتعامل بيها المنتج ده حاجة احترافية شكلها رائع جدا هقول له جوتو داشبورد عشان نرجع للداشبورد بتاعتي طيب لو دوسنا على كلمة برودوكس على الشمال كده انت هنا بتشوف خلاص المنتج بتاعك اللي تم نشره موجود خلاص ببليك وموجود في الستوك بعدد لا نهائي تقدر ان انت تبيع منه زي ما انت عاوز اوكي فدي كده كانت اول طريقة في الموقع اللي هي منتجات اطباع عند الطلب طيب بنشوف بقاعدة كده ازاي ممكن نربح من منتجات رقمية نقدر ان احنا نرفحها على الموقع واي حد بينزلها فقط بيعمل لها داوين لود بنبتد ان احنا نربح من خلالها كل اللي هنعمله ان احنا ندوس على كريهة نيو برودوكس بعد كده بندوس على كلمة سيل ديشتال برودوكس بالشكل اللي حضرتك شايف قدامك ده قبل ما اكمل مع حضرتك حابب ان انا اطرح عليك سؤال المسابقة الاسبعية اللي قمتها خمسين دولار هتقدم لي خمس فائزين يوم الجمعة القادمة باذن الله تعالى وشروط المسابقة زي ما قلت في البداية سهلة وبسيطة كل اللي عليك انك بتعمل لايك اشتراك في القناة تفعز الجرس انك بتعمل شير للحلقة وبتحاول ان انت تجاوب على سؤال الحلقة اللي هتراح على حضرتك حانا في التعليقات تحت وسؤال الحلقة بيقول ما هي الدولة التي تشرفني بمتابعتك آآ ليا من خلالها كل اللي عليك انك تكتب اسم بلدك في التعليقات تحت وكمان لازم حضرتك تكون من اعضاء التليجرام الفيسبوك والواتساب بسيب لك دائما من اللي كانت بتاعتهم في صندوق الوصف عشان ما يفوتكش كمان اي جديد بنزله اول باول طيب عشان تبتدي حضرتك ترفع منتج رقمي هنا طبعا هنا انت ينفع ترفع اي حاجة حرفيا انت عاوز مسلا ترفع منتج رقمي عبارة عن فيديو عبارة عن ملف صوتي عن صور عن آآ برامج عن العاب اي حاجة يا جماعة بيتم نقلها على الكمبيوتر او الموبايل اسمها او منتجات رقمية ينفع ان احنا نرفعها ونربح من وراءها طيب انا بالنسبة لك او مبارك بشتغل على ايه انا بشتغل على حاجة اسمها الفلاش كارد في كنفا حضرتك بتروح على كنفا كده وبتكتب هنا في السرش بار فلاش كاردس وبتدوس انتر دي عبارة عن كروت تعليمية للاطفال والمبيعات بتاعتها ما بتخيبش يا جماعة المبيعات بتاعتها حرفيا ما بتخيبش زي ما حضرتك شايف هي عبارة عن كروت تعليمية للاطفال بيعرفوا فيها الخضار الفواكه الالوان الارقام كل الحاجات دي ينفع ان انت تستخدمها في الربح من خلالها فعلى سبيل المسال بتاخد تيمبرت جاهز زي ده مثلا وتبتل ان انت تبدأ في ادوس كاستماية زيز تيمبرت انا باوريك انا بشتغل ازاي ممكن حضرتك تنشئ كتاب الكتروني وترفعه ممكن ترفع برنامج ممكن ترفع لعبة ممكن ترفع ملف صوتي التعليمي بودكاست مثلا وتربح من وراء انا بديك الطريقة اللي انا شغال بيها وانت فكر برس طندوق واربح من خلالك انا طرحت عليك كزا فكرة دلوقتي حاول ان انت برضو تتصيد الحاجة المناسبة ليك وتبتدي ان انت تربح من خلالها طيب على سبيل المثال ده بيعلم الاطفال مثلا اشكال الخضار والكلام بتاعه يعني عشان يعرفه المعاني او المفردات بتاعة الاشكال دي ممكن ان انت تغير فيها وتجيب خضار او صور خضار تانية مختلفة عن كده او صور فواكه او الوان وتبتدي ان انت تضيفها ايضا هنا وتضيف الكلام بتاعها هنا طيب انا عاوز اعمل فلاش كارد مختلفة عاوز مسلا احط هنا اشكال مسلا حيوانات واسيب الاسامي بتاعة كل حيوان تحت منه بالشكل ده وكمان ممكن اعمل تركاية حلوة ان انا خلي الحيوانات دي قابلة للتلوين بحيث ان هو يبقى فلاش كارد تعليمي الشكل والكلمة بس عشان انافس كمان الشكل اللي قدامي ده لا ده انا هضيف خاصية اضافية اللي هو الشكل ينفع ان هو يتلون كمال هنعمل ده ازاي عادي جدا هنروح برضو على اديو جرام بالشكل ده ونبتدي من احنا نطلب منه بروميت يدينا بصور للحيوانات مثلا او لاي حاجة احنا عاوزينا قابلة للتلوين فانا على سبيل المثال كتبت هنا بروميت كات تو دي دروينج وز لاينز يعني اه قطة طبعا صنائية الابعاد فقط ومرسومة بالخطوط زي محاضراتك شايف دي انسب حاجة ودي انسب حاجة انها تضاف فمسلا بخدها بالشكل ده وابتدي ان انا انزلها عندي وابتدي ان انا ارفعها على كنفا وابدلها مكان الرسومات اللي كانت موجودة في كنفا مكان الحاجات دي واجتي بتاعتيها الاسم بتاعها ولكن طبعا لازم الاول اشيل الخلفية بتاعتي لان انا عاوز اسطورة نفسها فبروح كده على موقع رموف باك جراوند ايضا وابتدي ان انا ادوسها على علامة الزي دي وارفع الصورة بتاعتي او الرسمة بتاعت القطة وابتدي ان اشيل الخلفية منها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده انا عاوز القطة بس واعمل لها داول لود بعد ما اعمل لها داول لود ارفعها تاني على كنفا لاحظ معي يا صديقي ابتديت ان انا احط الكات بتاعتي هبتدي ان انا اكتب هنا كات وبكده يكون اعملت حاجة احترافية مختلفة اطلاقها ممكن اقبلها كمان حاجة صغيرة كده على فكرة انت ممكن كمان تعمل حركة لطيفة جدا انت ممكن ان انت تخليها قابلة للتلوين يعني ممكن تخليها كده كات وتخليها قابلة للتلوين اساسا هيبقى الشكل والكلمة بتاعته قابل اصلا ان هو يتلون بالشكل ده وممكن ارفع كمان البسمة دي فوق كده شوية وصغرها حاجة بسيطة بالشكل ده كده يكون عملت حاجة مميزة ومختلفة عن اللي عاملها غيري حاجة ينفع تتلون كصورة وككلمة بتعمل نفس القصة دي حضرتك في كل الاشكال الثانية طيب حضرتك خلصت الفلاش كارد الاولى تعمل الفلاش كارد تانية لها علاقة بالخضر الفلاش كارد تالتة لها علاقة بالفواكه وكل فلاش كارد من دول ينفع ان انت ترفعهم على الموقع وتب bridge من خلالهم طيب انت دلوقتي جهست الفلاش كارد بتاعت حضرتك فايل داون enjoying what? وبتنزلها على حضرتك في هيئة pdf print بعد ذلك بتقول له doğompat load طبعا الملف النزل بتاعنا بالشكل ده هتلاقي ان انا اول تصميم طبعا انا ما عملتش في كل المربعات عشان بس وقت الحلقة لكن حضرتك فهمت الفكرة هتلاقي خلي بقى كل التصميم دي مختلفة بالشكل اللي انا عملته ده لو انت حابب يعني مش حابب ممكن حضرتك تستخدم نفس الستايل اللي موجود في كنفا وتبدل بس الفواكه دي من خلال موقع ديو جريم برضو وممكن فيه طريقة تانية ان انت وانت على اصلا كنفا نفسه في الالمنس هنا من على الشمال ممكن تكتب هنا اي حاجة ممكن تكتب مث توميتو مثلا بالشكل ده ومن تبدل ان انت تدور على حاجات زي كده تضفها عادي جدا اهي قبلا للتروين برضو شين مسلا الصورة دي حط دي مكانها كده بالشكل ده اهو واكتب هنا توميتو انا بفعل يعني بدي لحضرتك كزا طريقة للشغل بديك كزا اسلوب تقدر ان حضرتك تشتغل به طيب هروح على الموقع طبعا هنا بنحط اسم المنتج بتاعنا بنحط هنا الوصف بتاعنا هنا حضرتك بترفع الملف بتاع الفلاش كارد اللي انت عملته بتدوس عليه بالشكل ده وتبتدي ان انت ترفع الملف البي تبتدي ان هو يحمل معاك طيب الشباب انا هنا حطيت العنوان انيمالز فلاش كاردس ممكن اخليها كده فور كيدز تمام بعد كده عملت مقدمة المقدمة دي احترافية جدا او الوصف ده احترافي جدا للفلاش كاردس وانا بعتمد على شارجي بتيها جماعة في ان انا اقول له اكتب لي وصف ليه منتج او ديجيتال برودكت منتج رقمي عن الفلاش كاردس اللي لها علاقة بالحيوانات وهو اللي بيديني الوصف اللي حضرتك شايفه ده جميل جدا هنا الملف بتاعنا ترفع هو بالشكل ده هنا هتبتدي حضرتك برضو تعمل نفس الفكرة بتحط السعر بتاعك عشان تشوف هامش الربح بتاع حضرتك هنا هو بتلاتين دولار بيقولك انت هتاخد تسعة وعشرين دولار عشرة سنت على المبيع الوحدة طبعا احنا عاوزين نخليها اقل سعر ممكن فانا خليت السعر بتاعها اتنين دولار بس ممكن تخليها حتى وان دولار وتاخد انت مثلا لو خلنا هنا كمان واحد دولار هتاخد سبعة وتسعين سنت يعني هما بياخدوا منك حاجة بسيطة خالص لما انت لو خلتها هنا اتنين دولار من المنطقية جدا وهتنافس بيها اه مواقع زي اتسي وامازون لا الفلاش كاردز هنا بتاعتك تقريبا ببلاش عاوز تبيع اكتر خليها بدولار مفيش اي مشكلة في البداية بتسيب كل الحاجات دي زي ما هي هنا بالنسبة للفوتوغرافي انت ديزاين بتبتدي ان انت ترفع صورة من المنتج بتاع حضرتك ولا برجع لكان فكده بقول له فايل دول نود وبقول له نزل لي اول صفحة بس كده كعينة وبخليها صورة وبقول له دول نود وبتدي ان انا ارفعها كصورة في الجزئية دي تمام فهو هنا بي من يخلص معي هبتدي ان انا انسلها على البعتهين عندي فما فيش مشكلة تحط له الصفحات كلها هنا اه اه دروب اند براوز وديف مثلا تلات اربع صفحات لحد خمس صفحات لو الكتاب بتاعك او الفلاش كارد بتاعك مكون من اكتر من صفحة فهضيفهم عادي جدا ما فيش فيها اي مشكلة هو مش هيعرف يستخدمه او يضبعه الا لما يعمل داوين لود فدي كده كانت الطريقة التانية في الموقع طريقة رائعة جدا كل طريقة من دي كنا بنشرحها في موقع مختلف ولكن الموقع ده حقيقي رائع جدا 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 طيب هادوس سيف بالشكل ده بعد كده هادوس على كلمة هيدن دي واخليه ببليك افريوان هاز اكسس واقول له سيف بالشكل ده عشان يبقى متاح عندي في البرودكت بتاعتي لو انا رجعت كده وقال على البرودكت بالشكل ده هتلاقي ان هو بقى موجود هو كمان كديجيتال برودكت ينفع ان انا ابيع وحقق من وراء مبيعات وعندنا الطريقة التانية اللي هي الاتباع عند الطلب عن طريق اللوحة الحقيطية ينفع ان انت تعمل تشيرتات بعد كده مجات تعمل اي حاجة انت عاوزها من البرودكت الموجود على الموقع واتحقق منها مبيعات جيدة جدا جدا بدون اي مشكلة كمان ممكن تعمل من هنا تعمل لعلاقة بالملابس لعلاقة بالمنتجات الرقمية بتدوس على كريات اه نيو تسمي ده مثلا كده ديجيتال برودكت بالشكل اللي حداك شايفه ده بعد كده ممكن تضيف اد برودكت جوه من الحاجات اللي انت عمل لها ده كان المنتج رقمي فاقول له سيف هيبقى جوه ده واقول له سيف كده انا عملت لعلاقة بين منتجات الرقمية اهو بالشكل ده اعمل تاني لعلاقة تمام واضيف في المنتج بتاع اللوحة الحقيطية دي كنت حاجة جميل جد اقول له سيف هنا كمان وارجع بروده ورا طبعا هنا هما لسه هادن تمام انت ممكن تخليهم عشان يبتدوا ان هما يظهروا في كل من دي اهو بالشكل ده اي حاجة هادن تخليها عشان تبتد ان هيا تظهر حضرتك وتسمع معاك في الحساب بتاعك جميل جدا يبقى انا هنا عملت كل من دولة لو انت عامل ميت منتج رقمي هيبتدى يظهر في الخاص بالمنتجات الرقمية عامل ميت تصميم على هيظهر في اللي علاقة بال اعتقد حاجة رائعة جدا حاجة في منتهى الجميل طبعا من خانة اردرز هنا بتبتدى حضرتك تشوف المبيعات بتاعتك طبعا ده الحساب اللي احنا سجلنا به عشان اشرح لحضراتكو وهوليكم الحساب بتاعي وارباحي اللي انا محقاها طبعا من شغل جميل جدا على الموقع الموقع يا جماعة احترافي قوي في التعامل وسارس جدا في التعامل طبعا من الات هنا بتقدر تشوف الاحصائيات بتاعتك ايه هي المبيعات المنتجات الاكسر مبيعا او التصميم الاكسر مبيعا اه هنا الابس دي حاجات ينفى ان انت تعمل بها لو انت عندك تيك توك شوب عندك يوتيوب عندك انستجرام ينفى ان انت تعمل رابط بالحاجات دي للمتجر بتاعك على اه واللي عاوز يا جماعة حلقات تانية او شروحات تانية للموقع اه في القريب العجل ان شاء الله ياريت يسيب لي ايضا في اه التعليقات تحت طبعا حاجة لطيفة جدا كمان هي السايد ديزاين ان انت تعمل اه ديزاين للسايد بتاع حضرتك انك تختار الشكل اللي انت عاوز المنتجات بتاعتك او الزائر لما يجي يشوف فيه الشكل بتاع المنتجات بتاع حضرتك اختار الحاجة المناسبة ليك مش عاوز ان انت تختار حاجة من دي وتفضل على او التصميم الطبيعي بتاع اه الموقع اللي من دهولك اعمل بتلاقي الموقع بتاع حضرتك بالشكل ده طبعا ظاهر هنا هو المنتجات بتاعتنا بالاسامي بتاعتها بالاسعار بتاعتها الزائر طبعا بيشوف الكلام ده هنا ايدت ايميج تبتدي ان انت تشير الصورة دي وتبتدي ان انت ترفع اي صورة انت عاوزها مسلا اه يعني بتدوس هنا وتختار مسلا حاجة زي كده على سبيل المسال انا بديك بس مسلا انا مش محظر صورة دلوقتي ولكن انت بتعمل صورة على كنفا وتبتدي ان انت تحضرها بترفع معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده طبعا هنا اه لو رحنا على اه اللي قاود اه الهوم بيجي بيظهر بالشكل اللي حضرتك شايفه ده عشان الناس تبتدي اه تشتري طبعا بتشوف الحاجات اللي حضرتك شايفها دي بتعدي بقى على اي حاجة انت عاوزها من اللايت عندك ممكن تخليها لون اللايت ده كده ممكن تخليه دارك بالشكل اللي حضرتك هتشوفه ده طبعا دي حاجات كلها يعني آآ تعد تسلي نفسك فيها كده ما فيش فيها اي مشكلة على الاطلاق تمام فدي برضو حاجة كده اللي لها علاقة بالآآ تصميم بتاع المتجر بتاعك ممكن تخليه بابليك خلاص او لايف من هنا لازم تخليه لايف عشان يبقى شغال والمتاجيات تبقى ظاهر عليه عشان كده قلت لحضرتك اي حاجة يبتدي ان انت ازهرها لايف عشان تبقى جاهز للبيع تمام فانت هنا آآ بيقول لك بقى هستميز سايد تبتدي ان انت تخلص التعديلات كلها اللي في التصميم بتاعك او ان انت تقول له سكيب زي ستا بتقول له اسكيب عادي جدا مفيش فيها اي مشكلة انت شغال عادي وكمان حاول ان انت تاخد العشرة دولار دي مهمة جدا لو انت عاوز تطلب سامبل او تطلب عينة من العشرة دولار دي حاجة ممتازة جدا نيجي بقى للجزئية الخاصة بسحب الارباح حضرتك من على الشمال كده بتدوس على كلمة سيتنجز بعد كده بتدوس على كلمة بيلنجز ان باي اوت هنا حضرتك بتلاقي الكلمة اسمها بنك اكاونت فور باي اوتس هتدوس عليها سيت اب يور باي اوتس طبعا هنا يا جماعة انت ساحب الارباحك بيتم عن طريق الاسترايب والاسترايب غالبا في معظم الدول العربية مش متاح فهاسيب لك لينك فيه صندوق الوصف مشروح ازاي تعمل حساب استرايب وازاي ان انت تنشئه وازاي ان انت تسحب الارباحك من خلاله حاجة كمان لطيفة في الموقع ده هو البروموشنز ان ممكن حضرتك تعملها كخصومات للناس اللي هتشتري او اللي انت عاوز تجذب بها اه الناس ممكن تعمل كرييت برومو كود كده البرومو كود ده بيعمل خصومات بدل تلاتين دولار يبقى بخمسة وعشرين دولار وممكن تعمل جيفاوي لينك از اي حد يخش على طريق اللينك بتاعك بياخد الخاصم اللي هو يعني لو دوست عليها بالشكل ده ممكن تختار مثلا برودكت زي ديشتال برودكت ده اقول له وابتدي ان انا اقول له والله انا عاوز اعمل يعني اخد الفلاش كاردز ديت وهتاخد واحدة كمان هدية فدي حاجات كلها انت ممكن ان انت اه تعملها من الخانة بتاعة البروموشنز هنا جميلة جدا جدا تمام فحاول ان انت تشتغل عليها تمام شباب الواب لاحظتوا حضراتكم معي ده في الحساب بتاعي انا عامل حوالي سبعة وتلاتين مبيعة في تسعين دولار اربعة وستين سنت يعني قريب ان شاء الله هيبقوا برضو مية دولار تقريبا من شغل تلات اسابيع تقريبا على الموقع ومتوسط الربح بتاعي هو اتنين دولار اربعة واربعين سنت في المبيعات اللي انا بعملها طيب يا مبارك انت ازاي بتقدر ان انت تربح بقى من المنتجات اللي انت عملتها على الموقع سواء منتجات الطبع عند الطلب او المنتجات الرقمية بمنتهى البساطة والحل السحر دايما بالنسبة لي وبالنسبة لمتابعين فكرة تانية هو بنترست يا شباب هيجي برضو حد من الناس كده اللي انا عارفهم دايما اللي هو ايه لازم يعني يكلم كلام سهلبي ونيجاتيف طب يا مبارك احنا ما بنحبش بنترست او حاسين ان احنا ما بتجناش زيارات على بنترست حضرتك انا بتجيلي حوالي ستمائة وخمسين الف زيارة فقط من الشروحات اللي انا بشحل حضراتكو على الحساب الشرح الخاص بفكرة تانية على بنترست مبالك بقى بالحساب الشخصي بتاعي لانا بستخدمه معادي الكلام ده اكتر بكتير انت قدمك ستمائة وخمسين الف زيارة شهرية انت لو جالك منهم بس الف ايه لو جالك منهم بس يا فندم ميت واحد ميت واحد في المتوسط الربح على الموقع اللي هو اتنين دولار اه اربعة واربعين سنت انت بتتكلم في امتين واربعين دولار شهريا يعني اعتقد مش وحشين يعني انا بكلمك دلوقتي ان ده حساب الشروحات بتاعتي فانت لازم لازم تستخدم بنترست مفيش كلام يعني انت العاوز تنجا هتحقق ما بعد مفيش كلام على بنترست في سؤال اطرح علي يا مبارك طب انا لسه مفيش جمهور بيشوف المنشورات بتاعتي لسه معديش ترافيك يا صديقي بنترست ازاي وزاي اليوتيوب زي الفيسبوك زي اي منصة على الانترنت محتاجة استمرارية في النشر محتاجة عدم كسل على الاقل منشور كل يوم على الاقل زي وزاي منصات السوشيال ميديا يا جماعة فمحدش يتوقع ان هو هيشتغل النهاردة تاني يوم بص الفلوس في المحفظة او الدرجة والله والله اي حاجة في الدنيا محتاجة تعب او مجهود الربح من الانترنت محتاج تعب ومجهود ودراسة وتطوير من الذات عشان كده انا عمري ما وعدت حضرتك انك تربح النهاردة بعد حلقة النهاردة او بكرة لازم تتعب على نفسك ولازم تشتغل شوف الحلقة مرة واثنين وثلاثة عشان تضمن انك استفدت فعلا وما فوتش على نفسك اي تركاية مهمة فحضرتك دلوقتي عملت حساب على بنترست وسجلت الدخول عليه كل اللي عليك ببساطة يا صديقي انك من فوق على الشمال هتدوس على بيزنس هب بالشكل ده وتقول له كريات بانه عشان تبتدي ان حضرتك تنشر المنشور بتاعك على سبيل المثال على سبيل المثال انا عاوز ارفع دلوقتي الفلاش كاردز بتاعتي فهعمل كده ارفع لصورة بتاعتها مثلا فين جميل فهبتدي ان انا اختار الفلاش كارد صورة منها بالشكل ده تمام وابتدي ان احط برضه زي ما عملت كده في الموقع الرائع بتاعنا اللي هو فورس وال نفس اللي انا عملته ابتدي ان انا اجي هنا احط العنوان احط الوصف وبعد كده بحط اللينك الخاص بالمنتج بتاعي فين على موقع فورس لان طبعا احنا عاوزين نجيب الترافيك عشان يشتروا المنتجات بتاعتنا على الموقع الرائع بتاعنا فلازم تحتاج الرائع بتاعنا. ننشوف ده بنعمله ازاي كل اللا انا هعمله ببساطة ان انا هفتح كده المنتج الرقمي بتاعي اللي هو الفلاش كاردز وياخد كده العنوان اهو احطه هنا نفس اللي انا عملته اي انا اهو ادي الوصف بتاع الفلاش كارد يخطه كده اخطه في بنترست بعد كده هبتدي ان انا اخد الرائع بتاع هذا ه reve suiv تروح هنا وتحط في خانة الرائع ببساطة عشان اي حد يشوف المنشور بتاعك على transformation يبتدي ان هو يتوجه على المنتج ده ويبتدي ان هو ينزله ومغرد ما هو ينزله لازم يدفع للموقع هنا زي ما احنا كنا حاطين الاتنين دولار وحضرتك بتاخد همش ربح دولار اربعة وتسعين سنت طيب هنا هنبتدي ان احنا نختار آآ بورد بورد انت بتنشأها مسلا انا هسمي البرد دا داية ليه علاقة بي الفلاش كارلس اهو بالشكل ده فين اربعة عشرين وقول له كريت دي بتبقى حاجة تنظيمية ليك على موقع بانترست مش اساسية هنا تبتدي حضرتك تعمل كلمات مفتاحية فانا هنا عملت كلمات مفتاحية فلاش كارد ايدياز طبعا دي فلاش كاردس بعد كده اديوكيشنال الاستيريشنز تدي طبعا حاجات رسومات او حاجات سوالية للتعليم بعد كده تشايلد كير اكتيفيتز يعني انشطة تعليمية للاطفال كلمات مفتاحية ممتازة حطيت وصف ممتاز عنوان ممتاز حطيت صورة للمنتج الرقمي بتاعي بعد كده هقول له او نشر من نفوق على اليمين بالشكل ده ولو زهرنا المنشور بتاعنا بيزهر لنا بالشكل ده ده اللي الناس بتشوفه او الجمهور بتاع تريست بيشوفه المنشور بتاع حضرتك بالشكل ده طبعا مجرد ما هما بيدوسوا على اللينك ده يتوجهوا على طول للمتجر بتاع حضرتك اللي فيه المنتج ده ويبتدي ان هما يشتروا لو عجبهم. وعشان اضمن حضرتك اهمية اللي احنا حطناه انا هدوس عليه بنفسي لقد دست عليه بالشكل ده بيظهر لي على طول الصفحة اللي فيها المنتج بتاعي ادتو كارد طبعا ده بيبقى شاكل المنتج يقدروا انهم يشوفوا تفاصيله كله والخامات بتاعته ادي العنوان بتاعنا و ادي الوصف بتاعنا و ادي سعر المنتج و زي ما قلت لحضرتك ممكن تخليه واحد دولار ممكن تخليه نص دولار لانه طبعا كل ما هتقلل في السعر كل ما هتجذب جمهور اكتر يشتري المنتج بتاع حضرتك وبالتالي تحقيق ارباح اكتر بكتير من ان انت تخليه بعشر دولار خمسة دولار لا خليك عقلاني شوية في موضوع التسعير ده وبكده شباب تكون حلقة النهاردة خلصت اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى فعلا تكونوا لقيتوا الحاجة اللي بتدوروا عليها للربح من الانترنت وربح اول دولار في المسيرة بتاعت حضرتك عشان تربح من خلال الانترنت طبعا الحلقة دي شوفوها مرة واتنين وتلاتة في موقع تاني زي موقع جمرض شرحنا قبل كده بتقدر من خلاله ان انت ترفع منتجات رقمية وتربح برضو من وراء موقع رائع جدا هيزهر لك في علامة باي فو وتأكد انك تتفرج عليه اه بعد الحلقة دي وفي اربع فيديوهات ظهرين عشان شهدلوقتي لازم لازم يا جماعة تتفرجوا عليهم من اهم الفيديوهات اللي حقيقي هتستفدوا منها شكرا جزيلا كان معاكم اخوكم مبارك ودي قناتكم فكرة تانية للربح من الانترنت الى اللقاء